السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو سأشرح لكم طريقة تثبيت الاندرويد تي في نسخة 9 بجانب الويندوز سواء كان ويندوز 11 10 7 8 لا مشكلة في ذلك الطريقة التي سأشرح ستعمل على جميع النسخ الويندوز وهالطريقة جيدة جدا لماذا لأنك ستقوم بالاحتفاظ بالويندوز الذي لديك وتقوم بإضافة الاندرويد بجانبه بحيث أنك عندما ستشغل الحاسوب سيعطيك نافذة هل تريد الدخول على الويندوز أو هل تريد الدخول على نوندرويد كما شرحت سابقا في الفيديوهات التي شرحت فيها الديال بوت بين الويندوز والأوبن تو كذلك نفس الطريقة لكن باستعمال هذا البرنامج يمكنك تحميله من جوجل يعني تكتب وسأترك لكم طبيعة الحال الروابط مباشرة لمن يريد التحميل إذن ستأتي إلى وهنا لديه أنا قرص واحد في هذا الحاسوب لديه قرص واحد وهو هذا طبيعة الحال لديه أقرص أخرى لكن أخفيتها القرص لديه منواد فيه 237 جيجا لو كانت لديك لا يهم أترك تلك يعني اختر التي فيها التي فيها يعني فراغ يعني لديك يعني مساحة لكي تقوم بسحبها وجعلها يعني مساحة فارغة لكي نقوم بتثبيت عليها الاندرويد تي في منسبتي لديه أنا في التقسيمة هذه ف 152 جيجا فهي فارغة إذن سنعمل على هذا التقسيمة هذه من حجم 237 إذن ستأتي إلى ديس بي سي كليك باليمين ثم مناج ثم ديسك مناجمنت ثم ستتبح عن القرص الخاص بك وهذا أنا هذا هو القرص الخاص بي 288 ثم قلنا أننا نريد أن نسحب من هذا من هذا الخاصة بي سي يمكنك السحب من د أو اي المهم التي فيها فراغ يمكنك السحب منها ولقد نسيت في آخر الفيديو سأريكم كيف يعني تقومون بحدفها واسترجاع يعني الحجم الذي قمتم باقتسامه من C أو من D تقومون بإرجاعه بدون أي مشاكل كما لو لم يكن لديكم كما لو لم تقومون بهذه العملية إذن الآن سنقوم بالتثبيت في آخر الفيديو سنقوم بالحدف لكي يعني تكون لكم الحرية في التجريب إذا لم تحب قموا بحدفه إذن كليك يمين ثم shrink يعني بالنسبة لدي الإنجليزية يعني shrink هي يعني اقتطع ثم بعد ذلك يقول لك هذا البرتيشن فيها يعني 143 والحجم الذي يمكنك اقتطاعه هو 143 بالنسبة لي أنا لا أحتاج هذا الكمية لا أحتاج 143 جيجا أنا فقط أحتاج 20 جيجا كافية بالنسبة لي أن تأخذ يعني الكيمية التي تحتاج يعني من الأفضل أن تقوم باختيار يعني 15 جيجا فما فوق أنا سأقوم باختيار 20 جيجا هي هذه يعني تقوم بكتابة 20 ثم تضيف 3 أصفر هذه هي 20 جيجا إذن shrink جيد هيا ستقوم بالضغط عليها كليك يامين ثم نيو سيمبل فوليم لإنشائها ثم next ثم next ثم سميها إن أحببت أو سميها أي شيء تريد سيقوم يعني البرنامج بتغيير اسمها فيما بعد ثم perform quick ثم finish جيد الآن يعني إذا عودنا إلى this pc هذه تقسم التي كنت نذينا وقمنا باقتطاع شيء ما منها وهي هذه إذن الآن سنبدأ بمراحل التتبيذ وقلت لكم أن الروابط سأتركها في صندوق الوصف يعني روابط التحميل والآن سنبدأ بالاندرويد tv سأقوم بفك ضغط كليك يمين هكذا ثم extract her جيد ثم بعد ذلك سأقوم بفتح الpartition d أو اندرويد التي قمت بإنشائها سأقوم بفتحها ثم سأقوم بسحب ISO هذا ملف ISO سأقوم بسحبه هنا جيد ثم كليك يمين مرة أخرى ثم extract her يعني ضروري أن يكون لديك وين رار ضروري هذا البرنامج اسمه وين رار هذا هو اسم البرنامج وين رار إذن حتى ولو وجدت هذا الارور أو هذا لا مشكلة في ذلك يمكنك غلقه من هنا وبالمناسبة فالمطور الخاص بهذا النسخة هو هذا يعني 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 يمكنكم البحث عنه لكي يعني تتابعه وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بحذف هذا الآيزو كليك يامين ثم قم بحذف ديلت ثم هنا يعني ملفات الضطا هي هذه إذا كنت تريد يعني أن يكون لديك في الأندرويد الذي ستقوم بتثبيته 32 جيجا يحتفظ بهذا تريد 16 جيجا ستعمل على هذه ثم تريد 8 جيجا يعمل يعني 8 جيجا تريد فقط 4 جيجا يمكنك العمل على 4 جيجا كما تشاء أغلب الفيديوهات أعتقد يشرحون ب 4 جيجا أنا بنسبتي سأشرح ب 8 جيجا إذن سأقوم بالمسح يعني لهذا وسأترك 8 جيجا أنت إذا كنت تريد العمل ب 4 جيجا قم بالاحتفاظ به هكذا وقم بمسح هذا الثلاثة أنا بنسبتي قلت لكم أنني سأعمل على 8 جيجا فقط لكي يعني أريكم أنه يمكنك العمل بجميع النسخ ثم delete ثم سأقوم بكليك يمين هنا ثم extract her جيد إذا بعد أن استخرجنا ملف الثلاثة الذي سيقوم بالاحتفاظ بالتطبيقات والجوجل حسابك جوجل خاص بك يعني كل هذه المعلومات سيحتفظ بهذا الملف إذن سأقوم بمسح هذا الثلاثة 8 جيجا سأقوم بحذفها وبالمناسبة إذا أردت أن تعمل ب4 جيجا اعمل بها يعني على حسب المساحة التي لديك في حسوبك والتي اقتطعت أنا بالنسبة لي يعني قمت بتوفير مساحة كفية لهذا أريد أن أشرح ب8 جيجا يمكن أن تعمل ب16 يمكن أن تعمل ب32 لكن إذا عملت ب32 قم بإنشاء يعني partition يعني يجعل يعني النسخة يجعل partition أصغر من يجعل partition أكبر من النسخة التي تريد العمل بها إذن بعد الانتهاء الآن يجب علينا أن نعمل grab الخاصة بهذا المجلد لكي يعني تنبتق عند تشغيل الحاسوب إذن سأقوم بفك الضغط على grab to win extract here وبالمناسبة grab to win لكي يعمل في التثبيت لابد أن تكون لديك الانترنت ضروري من الانترنت ثم تقوم بالضغط هكذا ثم أوكي لاحظوا معي فهو يريد التحميل يعني ضروري من الانترنت لاحظوا هو الآن يقوم بتحميل grab to win software من store الخاص بهم أو من السيرفر الخاص بهم وترك هذه الخيارين يعني هكذا ثم اضغط على setup ثم close the setup program جيد إذن مباشرة ستذهب إلى manage boot menu هذا الذي هم هنا ثم ستقوم هذا الخاص بالwindows يعني يوجد by default يعني باختيار اختيار ثم ستضغط على add new entry ثم سنختار أننا نريد إضافة نظام android ثم سأعطيها الرقم واحد ثم يجب أن اختر kernel هذا هو ملف kernel يجب أن اقوم بالذهب إلى يوجد في partition إذن سأقوم باختيار هكذا ثم سأذهب إلى this pc this pc ثم سأقوم بالنزول إلى partition الخاص به هي هذه android أو كما سميتها ثم ستبحث عن ملف kernel هو هذا ثم open إذا ظهرت على النفذة قم بالموافقة yes إذا كانت لديك invidia في حسوبك قم بالتعليم في هذه الخاصية أنا بنسبة لي ليس لدي invidia إذن سأترك ها فارغة ثم سأضغط على ok وهي تم إضافته هنا ثم سأضغط على apply ثم ok وسيقوم بإنشاء يعني الملف أو الـ grab الخاصة بالboot عند تشغيل الحاسوب إذن انتهينا من الأمور التي سنحتاجها الآن سأقوم بالتحويل إلى كاميرا الهاتف ثم سنكمل يعني عبر الكاميرا لأنني سأقوم بإعادة تشغيل هذا الحاسوب إذن كما تلاحظون فالبرنامج الذي قمنا بتثبيته grab to win قام يعني بإصدار الصفحة والعد تنزلي هو يعني 30 ثانية إذن Windows يجب في الأعلى والأندرويد الذي قمنا بإضافته وفي يعني المرتبة الثانية إذن ستستعمل الكايبورد تقوم بالنزول ثم تضغط على enter وأنتم تلاحظون هو يعني نظام Google الخاص بالأندرويد TV جيد إذن بالنسبة للتحكم في الجهاز يعني في حاسوب يكفي فقط أن تقوم بإدخال يعني تقوم بنزع يجب أن تقوم بنزع يعني الكايبورد الخاص بالكايبورد وكذلك يعني الفأرة يعني كذلك الفأرة إذن سأقوم بنزع الكايبورد هكذا لكي يعمل يعني في بعض الأحيان يقوم بالتشنج إذن سأقوم بالرعي هكذا جيد ثم الآن يمكنني التحكم من الكايبورد بدون مشاكل كما ستلاحظون ها لاحظوا أمامي أنا أنا أتحكم الآن بدون أي مشاكل هكذا يمكنك اختيار اللغة العربية فهي توجد في الأسفل لكن بالنسبة لأنا سأكتفي بالإنجليزية أضغط على Enter يمكنني كذلك التحكم من زر الفأرة هكذا ثم ضروري أن تقوم بإضافة يعني الواي فاي الخاص بك هكذا ثم سأقوم سأقوم بكتابة الباسورد ثم نكمل بالنسبة للباسورد فدائما أستعمل هنا الكلابي يقوم بتحرك هكذا ثم أضغط على Enter ويقوم بالكتابة هكذا يعني تقوم باختيار الحروف هكذا هكذا تقوم باختيار الحروف ثم مثلا أريد حرف F أقوم بالضغط على Enter ويقوم بكتابة F إذن سأقوم بكتابة الباسورد ثم نكمل عندما تنتهي من كتابة الباسورد يجب أن تضغط على Next دائما باستعمال الكابور تقوم بالذهاب إلى اليسار هكذا حتى تصل إلى Next ثم تضغط على Enter هكذا جيد إذن سأقوم بإدخال يعني Google أكاونت الخاص به وبالمناسبة يعني لا تقوموا بإدخال جوجل الرسمي يعني حساب جوجل الخاص بكم يعني جيميل الحقيقي الخاص بكم لا تقوم باستعماله في مثل هذه الأمور التي تشرح على الأنترنت سواء كانت مني أو من آخرون يعني يشرحون نفس الأمور في اليوتيوب أو في المنتديات فدائما استعملوا جوجل أكاونت يعني عادي قمتم بإنشائه فقط للتسليا والفر حتى إذا كانت يعني طريقة للهاك أو كان مشكلة يعني ستفقد فقط إيميل لا يهمك إذن سأقوم بكتابة الإيميل ثم سنكمل ثم سأضغط على GO ثم سأدخل الباسورد مرة أخرى طبيعة الحال الباسورد الخاص بالجيميل أو الحساب جوجل إذن سأضغط على GO ثم سأضغط رفق ثم هنا ستختار الاسم الذي تريد أن تعطيه لتلفازك يمكنك كتابة اسم آخر هنا أنا سأتركه يعني نكسوس بلاير أو سأقوم باختيار مثلا فاميلي روم تيفي ثم انتر 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 جيد ومبروك عليك هذا هو الاندرويد تيفي ويمكنك تحميل أي تطبيق تريده كما لو كان لديك تلفاز يمكنك ربط هذا الحاسوب هذا بتلفازك يعني إذا كان لديك تلفاز ليس سمارت يمكنك ربطه مع الحاسوب والاستفادة من تلفاز سمارت عبر الطريقة هذه خاصصا إذا كان لديك حاسوب قديم ولا تحتاجه يمكنك إخفأه تحت المكتب وربطه مع التلفاز بكيبل HDMI إذن سأدخل على Play Store لأريكم أن الأمور تعمل بشكل جيد دائما فأنا أتحكم بالكيبورد يمكنكم شراء يعني كيبورد خاص بهذا الأمور هذا أعتقد إذا وجدته سأتركه في صندوق الوصف كذلك يوجد تطبيق في الآيفون في الأندرويد سأقوم بشرحه يعتقد أندرويد تيف كونترول يمكنكم تحميله والتحكم كذلك به كما لو كان لديك يعني كما لو كان لديك يعني الخاصة بالتلفاز إذن سأتكتب أي تطبيق تريده مثلا تطبيق دونالدر الشهير الذي يعرفه الجميع يمكنك الضغط عليه هكذا ثم ويقوم بالتثبيت بسرعة على حسب الأنترنت الخاص بك يعني النسخة خفيفة جدا وبالمناسبة الأمور عندما سأقوم بإعادة شغيل حزو فستبقى هذا الأمور لأن ملف الضغط الذي قمنا بإكستراكت الخاص به يعني يقوم بحفظ كل البيانات الخاصة باليوزر ننسى أضغط على اوك إذن هذا هو يمكن أن تستبيت بالمناسبة لكي يعود إلى الخلف فأنا أضغط على هذا الزر هذا وهذا فأنا أستعمل هذا الزر هذا للرجوع إلى الخلف يعني أضغط فقط أضغط عليه هكذا ويقوم بالعودة إلى الخلف هذا باستعمال يعني باستعمال كيبورد الخاص بالحاسوب إذن سأريكم فقط النسخة الخاصة بهذا الاندرويد هذا يمكنك بطبيعة الحال وإغلاقه من هنا توجد كذلك تغيير الواي فاي الأكاونت دفايس بريفيرنس أدخل هنا هنا ثم لاحظوا معي هو الاندرويد التسعة الاندرويد التسعة وإذا كذلك قمت بالعودة ودخلت على ستوريج سنزيد يعني تمانية جيجا لأنني استعملت أنا ملف التمانية لاحظوا معي لدي تمانية جيجا لأنني استعملت ملف تمانية إذا استعملت أربعة ستجد أربعة استعملت ستزيد ستزيد ستتعشر اثنين وثلاثون ستجد اثنان وثلاثون يعني على حسب أنت الشيء الذي تريد إذا سأقوم بإعادة تشغيل سأقوم بإعادة تشغيل الحاسوب وسندخل لكي أريكم طريقة حدفه نهائيا إذا يعني لا تريدونه وأردتم يعني تستبيد شيء آخر إذا سأضغط على وستلاحظون أننا سنقوم بالعودة إلى الويندوز وهذا هو الشيء الجميل في هذه الطريقة هذه ستستفيد من حاسوب إذن سيدخل مباشرة هنا أو سأضغط على Enter وسننتضع إذن يمكنك شبكه مع تلفاز عادي عبر كابل HDMI ويصبح لديك تلفاز Smart طلقا من حاسوب قديم لا تعمل أي شيء في المنزل إذن لقد اشتغل معنا الويندوز وسأريكم الآن سنعود إلى الحاسوب وأريكم طريقة حدفه بدون أي مشاكل إذن أول شيء سنقوم بحذفه سنقوم بحذفه من الغرب يعني سنقوم بالدخول إلى البرنامج مجددا الذي قمنا بـ ثم أضغط على وعندما سيفتح معنا البرنامج إذن سأضغط على ثم سنعود على ثم سأذهب إلى Android ثم أضغط على هكذا جيد ثم Apply ثم إذا لم يعطيك OK من هنا قم بالعودة إلى manage money ثم اضغط مجددا على Apply ثم OK جيد وسيقوم بحذفه مباشرة وضروري أن تقوم بحذفه كذلك من Control Panel يعني ستقوم بحذف البرنامج كليا هكذا Control Panel ثم Uninstall Program ضروري أن تكون كاتيجورية كذا ثم Uninstall Program ثم Grab to win ثم Uninstall هكذا Continue جيد بعد أن تقوم بحذف البرنامج بشكل جدري ستنتظر يعني لا يزال يقوم بحذف الملفات جيد إذن اختفى الآن يمكنك غلق النفذة سنعود الآن إلى This PC لا تزال النسخة هنا هذه النسخة يجب كذلك حفظها حدفها ويجب أن نقوم بإرجاع هذا Partition نرجعها إلى مكانها الذي كانت فيه إذن كليك يمين هنا ثم Manage ثم لاحظ معي سأقوم بإزاحة شيئا ما ثم Disk Management ثم قمنا سندب إلى القرص الخاص بنا 218 وهذا تقريبا إذا أردت الحجم الحقيقي فالآن قمنا بتقسيم فهنا توجد 218 هيا 218 هنا توجد 19.5 هي 19.5 واسمها يعني سميت أنا Android TV لكن مطور البرنامج يعني يقوم بإضافة اسمه كذلك لمشكلة في ذلك المهم سأقوم بالضغط عليها هي 19.5 هنا إذن لدي 9.53 إذن هي هذه سأقوم بالضغط على كليك يمين ثم Delete Volume هكذا سأقوم بمسحها إذن اختفت من هنا لكن لا تزال هنا إذن لكي أقوم بدمجها مع هذه التي قبلها يعني C ضروري أن تأتي إلى التي قبلها كليك يمين هكذا ثم Extend هذه المرة Extend لدي فيديو خاص بهذه الطريقة سأتركه كذلك في صندوق الوصف من يريد طريقة تقسيم ثم دمج تقسيمة يعني الهارد درايف إذن Extend ثم Next ثم Next ثم Finish جيد لقد تم جمعها سأقوم برفريش هنا لاحظة معي أصبحت لدي الأمور كما لو لم يكن لدي أي شيء في حاسوبي سأقوم بإعادة تشغيل الحاسوب ثم سنرى هل اختفى الغراب أو لا إذن كما تلاحظون لم تظهر يعني الواجهة الخاصة بـ ومر مباشرة إلى الويندوز إذن فالطريقة تعمل بشكل جيد يمكنك التجربة وإذا لم يعجبك يمكنك حذفه وانتظر معي الحلقات المقبلة سأشرح لكم جميع الأنظمة التي يمكنك تثبيتها سواء في الحاسوب مباشرة أو بجانب الخاصة بالأندرويد سواء كان التيفي أو لم تكن تيفي إذن نلتقي في الفيديو المقبلة إن شاء الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر